21 عاماً على ميزان التنمية لن نقول في دول العالم المتقدم وإنما في دول المنطقة وحسب تكفي لتنفيذ تنمية شاملة تتباهى بها الحكومات والشعوب على حد سواء لكنها في العراق ومع مليارات الدولارات التي صرفت على قطاع الكهرباء تثبت عكس ذلك فالكهرباء في العراق ملف شائك ومعقد ومليء بالفساد قد يبرر الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الكهرباء خلال عقدين هذا الواقع بالإهمال المتوارث لكنها تبريرات في غير محلها فما صرف على قطاع الكهرباء في العراق مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار من ناحية وما يمتلكه العراق من مقاومات طبيعية من ناحية ثانية يمكن أن يوفر طاقة كهربائية مستقرة تكفي لدول المنطقة مجتمعة وفي ظل غياب الكهرباء عن بيوت العراقيين لأكثر من عقدين يرى خبراء أن خطوة البرلمان في تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في ملف الكهرباء خطوة صحيحة وإن جاءت متأخرة للبحث عن أسباب هذا الغياب الطويل للطاقة وبالتزامن مع خطوة البرلمان هذه يطالب الشارع العراقي بحل وزارة الكهرباء كونها وزارة بلا إنتاج وزارة بلا معالجات حقيقية بلا عطاء فهي كما يرى العراقيون مجرد باب من أبواب الفساد في حين يطالب آخرون رئيس الوزراء البدء بإخضاعها للتقييم الحكومي لما لها من تماس مباشر بحياتهم ومصالحهم ليس هذا وحسب بل إن مراقبين يرون أن استمرار تعثر الكهرباء مع استمرار تبخر الوعود بحلول ناجعة هي أبرز أسباب غليان الشارع العراقي وخروجه عن صمته ويحذرون من ثورة جديدة قد يصعب احتواؤها السؤال الذي يبرز في هذه اللحظة هل ستتاح للجنة النيابية المشكلة للتحقيق في فساد الكهرباء الفرصة لكشف المستور وصولا إلى تشخيص مكامن الخلل وإيجاد حلول جذرية لا ترقيعية وبما يضمن ديمو متى وصول الطاقة إلى بيوت جميع العراقيين أم أن حيتان الفساد التي تقع خلف هذا القطاع الحيوي سيكون لها السطوة لإبقاء الوضع على ما هو عليه وكيف سيتعامل الشارع العراقي مع النتائج في الحالتين لا إجابات شافية في الوقت الحاضر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر